أكد وزير التنمية المحلية هشام أمنى أن استضافة مصر للمرات الثانية للدورات العادية الرابعة لللجنة الفنية المتخصصة الثامنة للاتحاد الإفريقي تعكس دور مصر الرائد في القارة الإفريقية وتوضح حرص الحكومة على تعزيز العلاقات مع أشقائها أو أشقاء مصر في إفريقيا وتمت خلال الجلسة موس ناقشة خطة العمل لعدد من المبادرات للتعاون في تحقيق التنمية في إفريقيا كما ناقشت الجلسة التصديق على الميثاق الإفريقي للقيم ومبادئ اللامركزية والحكم المحلي والتنمية المحلية وإنشاء وتفعيل المجلس الأعلى لسلطات المحلية الإفريقية والاحتفال باليوم الإفريقي للخدمة العامة منتصف عام 2023